اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أن سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 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 ذلك الكتاب لا ريد لا ريد فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون من الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يطلبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمطهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل الذي استوقف نارا فلما أضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينسرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو تصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتقوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرح وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطلب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أن الذين ينبضون عهد الله من بعد من ثابه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون من الله وكنتم أبواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسماهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعي في الأرض خليفة قالوا ما تجعل فيها من يفسد فيها ويسرق الدماء ونحن نسبح بحدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عربهم على الملائكة فقال أندئوني لأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ربدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلنا هم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا احرطوا بعدكم لبعد معدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا احبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنفوه بعهده أوف بعهدكم وإياي فارهمون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتكون ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اخطروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا ينخذ منها عدل ولا ينصران إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبعون يبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأبرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ غاعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفرنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا البام سجدا وقولوا حططن نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقونه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وفومها وعدسها وفصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذنة والمسكنة وباءوا بغذب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الله وعمل صامحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا من خلقكم ورفعنا خلقكم أقول خذوا ما آتيناكم بموة واذكرون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السمة فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين فاجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهين قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا ذكر ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما لهمها قال إنه يقول إنها بقرة صفراه فابع لهم دعاك سر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تفير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج مما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا جقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعدهم إلى بعدهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم هميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بعينهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت فيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتوا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خقية فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله ومن الوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله شكرا لما تعبدcon انتبه وما تعبدونÖ م Adsنى وأشاهل وَإِذْ أَخَلْنَا مِيثَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْمَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاءَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُفْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالعثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كثبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يمزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين 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 عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم اطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعون قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت من كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا المجبرين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ورشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرين وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ مُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا مِنَ الَّذِينَ مُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا اللَّهِ وَرَاءَ ظُمُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِمَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ لَا إِنَّمَا نَحْمُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزنجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من باب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزنجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نَلِيلٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل روسى من قبل وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَبْطَلْ لَسَوَاءَ السَّبِيرُ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأعاقوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله لما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاراً تلك أماني يغنوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتابة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قرهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يفكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خالفين لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغلد فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون فديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم لشابفت قلوبهم وبمينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَعِيلِ وَلَنْ تَرْضَى عِنْكَ الْيَهُدَ وَلَنْ نَصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَإِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل افكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ننطرر بيتي للطاهفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبكس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصوا بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بدي إن الله اصطف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدين قالوا نعبد إلهك وإله آبانك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يروده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما منزل إليه من ربه والمقمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأقعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تهل علينا إسرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لن طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحلنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر مصرا إن مع العسر مصرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانغب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقب ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يضع برسقما